هذا وراء مراقبون أن قرار خفض سعر صرف الدولار من القرارات الفاشلة التي اتخذتها حكومة الإطار برئاسة السودان بداية تشكيلها وبينوا أن الهدف من القرار شيطنت حكومة الكاظمي لكنه كلف العراق 10 مليار دولار لفتين إلى أن هناك فرق بين أن يتم اتخاذ قرارات آنية لتمشية الأمور لفترة قصيرة دون التفكير والتخطيط للمستقبل أن تكون قراراتك قائمة على استراتيجية طويلة المدى تحمي المجتمع من انهيار متوقع يحدث مع أي انخفاض بأسعار النفط وعدم القدرة على توفير النفقات الأساسية للحكومة العراقية وفي مقدمتها الرواتب وأضفوا أنه لو استمر هذا الاستنزاف لحين أن تضطر الحكومة اضطرارا إلى تغيير سعر الصرف وحينها لا يكون التغيير أقل من 2000 دينار للدولار الواحد